المباراة صعبة الظروف صعبة الغيابات كتيرة سمب فريق محترم لكن مارسل كولر واثق في لعبته واثق في جديتهم وفي قدرتهم على انهم يحققوا نتيجة كويسة ان شاء الله في دار السلام خلاصة ما طلعت به من المهات الخلاصة ان الرجل شاء ان يعكس مدى احترامه للفريق ايوه وما جرجرش للمهاترات وهناس حقهم واحنا مش عارفوا احنا الاهل انتمين زم هما بيعون ما احترامنا للاهل وانت تملي الفرق الكبيرة تتكلم بالطريقة دي اي كلام يعكس المطش صعب واقعي احنا اتعادلنا معهم قبل كده مرتين اي لا مش هينفع ان انا اقلم منهم المدر بتاعهم اخر لقاء هو كسبان مهما كان هتقول له مش عارف تحكيم هو كان بيعكس احترامه للمنافس ولكن زم انت قلت ايضا بيعكس وقال كلمه مهمة جدا ثقته في فريقه واي امكان النواقس اللي عنده ما بيتعللش بالنواقس رغم انها بتحرمه من اهم لعيبة ولكن قال صيخة في كل الموجودين عالية وحنعمل جيم كويس ده مطلوب من المدرب انه يحترم المنافس وهسخ فريقته والاتنين شفتوه من نهارده رامي بقى لا بيتكلمه بالنطج اللي احنا عايزينه من ربي ما شاء الله عليه يعني احنا من نجدع بغيرنا احنا بنتكلم على نفسنا احنا مركزين احنا مهتمين احنا مش بنخاف ومش بنتحجج هنعمل اللي علينا لكن ما نقدرش نقول نتيجة هتبقى ايه وهذه هي الوقعية اعملوا اللي عليكم اللي عليكم ده ايه تنفيذ الخطة الجر لاخر ثانية مش عايزة اقول الطموح السعي لتحقيق نتيجة يجبية لاخر نفس ده كلام مهم جدا والمباراة طبعا بتاقم تحكيم من جنوب افريقيا وفي غرفة الفار ايضا من موريتانيا بنتمنى لهم ان شاء الله تعالى التوفيق في منح العدالة لكل فريق وحقه في المباراة دي هم حاجة